مجلس الحكومة المناقض برئاسة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يصادق على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية ويحدث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية يهدف هذا المشروع إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري المنوط بالمهندس المعماري كمتدخل وفاعل أساسي في عمليات التعمير والبناء وخاصة وأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وكذا التطورات الحاصلة على مستوى سياسة الأوراش الكبرى المفتوحة في بلادنا كل ذلك يفرض تمكين المهندسين المعماريين من آليات ووسائل عمل تتيح لهم مواكبة هذه التحولات والمساهمة بفعالية في هذه الأوراش وصدق المجلس على مشروع مرسوم متعلق بإرجاء دين الضريب على القيمة المضافة المتراكم في مرحلة أولى في سنة 2014 كانت الإمكانية للإرجاع محدودة بسقف 20 مليون درهم الآن بعد مصادقة الحكومة على هذا المرسوم سننتقل من 20 مليون درهم أي الضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت والتي ينبغي إرجاعها إلى غاية 20 مليون درهم وكانت مسجلة إلى غاية 31 دجام في 2013 هذا تستقفل 20 مليون درهم ويطلع إلى 500 مليون درهم مشروع مرسوم آخر صدق عليه المجلس الحكومي ويهم تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة يحدد هذا المرسوم الجهة التي تقترح الأعضاء من غير الرئيس الذي يعين بظاهر وكذلك العضوين القضيين الذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس على السلطة القضائية أيضا باقي المقتضيات التي تهم مثلا أعضاء معينين من الصلاة الحكومية من دوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وأيضا المقتضيات التي تهم سير هذا المجلس أشغال المجلس الحكومي اختتمت بالمصادقة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الموقع بالرباط في نومبر من 2014 مع مشروع قانون يوافق بمجيبه على الاتفاق المذكور